في النور الحقيقة مشاهدين أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية في النور حيث وشرفني جدا وجود سيادة اللواء على عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا الحديث حول نجحات الجيش المصري وما شاهدناه في البيان رقم 19 للقوات المسلحة المصرية والشرطة أهلا بك سيادة اللواء أهلا بحضرتك سيادة اللواء احنا طبعا يعني عايزين المواطن العادي ينتظر وربما لقاءاتنا المتوالية كنا دايما بنسأل سيادتك السؤال الملح متى متى ينتهي كابوس لكن يبدو أنه بات وشيكا بعون الله ان شاء الله أكيد الشعب المصري حاسس بجهود القوات المسلحة والشرطة خاصة في سيناء احنا كنا كل يوم التاني بنلاقي عمليات بشكل في نوع من العنف من هذه الجماعات وفي نوع من الجراءة ايه لكن بفضل من الله لم يستطيعوا السيطرة على متر من الأرض شكرا بكم أو يتمسكوا بيه حتى العملية اللي تمت النهاردة اتقتل فيها 14 واحد الواحد يشهد لهم أن هما نجحوا أن هما يقتلوا نفسهم يعني نجحوا أن هما يموتوا يعني لأن النجح مش بيقصد أن هو هاجم على معسكر أو لا حق الهدف ولا لا ايه بالصب فهم حاولوا والحمد لله مع شكرا رئيس الوزراء النهاردة في البرلمان قال أن هما ما بقاش قدامهم غير العمليات اليائسة أنه يبقى تربعة بحزام ناس يفجروا نفسه يستطيع يموت واحد ده دليل هما بيحاولوا يعملوا إيه يثبتوا للناس أنهما لديهم ما زال لديهم القدرة على تنفيذ هجمات ضد معسكرات القوات المسلحة حتى الهجمات تمت ببندقية يعني كلام بتاعه وأحزمنا سفة كلام فارغ لا يقارن بما كان يتم سابقا كان الأول نائع عربية مفخها فيها 2 طن متفجرات كان يبقاش موجود لأن الفترة السابقة منذ بداية الحقيقة جهود القوات المسلحة اللي هي مش سيناء 2018 بس لا طبعا وما قبلها وامتاز بالقانون فكل هذه العمليات وآخرها سيناء 2018 العملية الشاملة اللي في كل ربوع مصر إدرت القوات المسلحة تنفذ إلى عمقهم طبعا عن طريق لن نستطيع إنكار جهد أهلنا في سيناء رجال القوات المسلحة بعملهم الدائم ويقازاتهم على طوال الـ 24 ساعة وجامع المعلومات وتحليلها وتدقيقها بقهم بيشتغلوا بمشرة الجرحة دخلين على الهدف عارفين هم راحين فين لما النهاردة نلاقي خندق أو ملجأ تحت الأرض في وسط صحراء سيناء ويوصلونه نفق كذا يعني كل ما هو موجود بفضل من ربين القوات المسلحة قدرت يوصلوا وبالتالي العربية الدفع الرباعي الدراجات النارية اللي بتحركوا كل ده تناقص طبعا أنا كويس نحارتك قلت المسألة اللي بتتم دلوقتي في سيناء هي ليست حرب ضد الإرهاب فقط لكن حرب ضد الإرهاب وضد المجرمين الجنائيين تجار المخدرات بنشوف كم مزارع المخدرات البنجو والخشخاش اللي تم اكتشافها وتدميرها وإحراقها عدد المطلوبين جنائيا الجديد الهيروين بقى يا فندي من الآخر سفينة تمام ده ده يعني كام يكفي ينتج 14 طن أه تسادي يا فندي 14 ألف كيلو من الهيروين اللي هو شم اللي هو حتى زديد بتهاء لغالية جدا يعني الحقيقة جهود في كل الاتجاهات بحري بري جوي القوات الجوية كمان أي مبدور ممتاز تناغم الحقيقة أنا بقول أن هذه المعركة ضد الإرهاب رغم أن فيه طبعا أبنائنا سقطوا شهداء أو أصيبوا لكن كان لها جوانب إيجابية أهمها الحقيقة أن الشعب المصري شاف القوات المسلحة بمنظور مختلف شاف جيش المكرونة اللي الناس كانوا يتريعوا عليه اللي هم الإخوان وأشباههم يعني شاف أن قوات المسلحة قادرة أنها تقدر تشغل في أكثر من اتجاه في وقت واحد حرب ضد الإرهاب تدريبات مشتركة مع دول ومناورات خارجية تنمية اقتصادية بتقود قوات المسلحة لا يستطيع أحد إنكار أنها الآن تقود قاطرة التنمية الاقتصادية الإشراف على مشروعات إنتاج لتغطية الاحتياجات للقوات المسلحة والجزئية دي أنا عايز أتكلم فيها عشان الناس اللي بتعاف العقول قوات المسلحة لما بتنتج مكارونا ولا بتعمل مزارع ولا بتزرع كذا أو 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 بدل ما تاخد من السوق وتنقص من المعروض على المواطن وبالتالي الأسعار تزيد لا دي بتعمل حالة اكتفاء ذاتي بقى مش هتاخد من السوق وحتنتج لنفسها وفي نفس الوقت بدل ما تاخد من السوق بسعر غالي وده بيأثر على الميزانية اللي هي برضو بتعود على المواطن البسيط لا بتنتج لنفسها بسعر أقل ويبقى الفائد بينزل السوق بيساعد فيه زيادة المعروض وإحنا ده شفناه في الفراخ واللحوم وأشياء كثيرة جدا يبقى القوات المسلحة الشائعة بالنهاردة قدر يشوفها بمنظور مختلف نرجع تاني الموضوع الحرب ضد الإرهاب ما يتم هو ترنح الموت مش رقصة الموت عدد ما يتم منهم هو ترنح الموت بيحاولوا يثبتوا أن هم لسه موجودين فعلا تصرفات يائس واربع لبسين حزام ناسف عشان لو يقدر يموت أيحد وطبعا لم يستطيعوا اقتحام المعسكر والا 14 واحد اتقتله بالإضافة للكم اللي أعلن من المتحدث العسكري اللي تم تدميره والقبض عليه والمركبات والمضرعات عفا المركبات والدراجات النارية كل ده بيؤثر سلبا على قدراتهم وبيأكد أن القوات المسلحة اقتربت تماما من خط النهاية بس إمتى أنا ما قدرش أقول ولا حد يقدر أكيد لكن هل إحنا متفقين أن إحنا مش هنوصل لديتا مش هنوصل لزيرو ليفل طبعا لنفيش حد في العالم بيوصل لزيرو ليفل العيل الصغار بيمسك على حد ده بيعمل كارس لكن عايزين نوصل للمانيمم ليفل اللي هو يسمح لنا بدخول التنمية هو ده اللي ربما إحنا مستعجلين على توقيته طيب إحنا الآن وأنا بكلم حضرتك التنمية شغالة في سينة مش دلوقتي ده من قبل كمان يعني من ثلاث سنين أو نقول أربع سنين يعتبر التنمية الحقيقية اللي هي بالأراضة الوطنية بدأت في سينة جزء بتقوم بيقوات مسلحة جزء بتقوم بيقى مؤسسات الدولة بدرجة ما جزء بيقوم بيقى المستثمرين وهده الدولة بتحاول تيسر لهم الإجراءات عشان وتحملهم المنطقة طبعا طبعا لشان النهاردة وجود القوات المسلحة في سيناء هو توفير حماية كاملة لأي مستثمر طبعا وفي نفس وقت لأهلنا في سيناء الأهلنا في سيناء بدأ السلوك يتغير كمان بدأ التواءم مع الدولة والتعاون مع الدولة بشكل فعلي وحقيقي يظهر محاولات الدولة لتجميع التوابع بتاعة القرى تبقى في مكان واحد عشان الدولة تقدر تقدمهم خدمات جيدة لما يبقى قارية وليها عشر اتنشر تابع خمس ست بيوت هنا وسبع بيوت هنا وعشر بيوت في الحد فواصل كيلو مترات بينهم تقديم الخدمة لهم صعب لما كل ده يجمع في تجمعات في نفس الوقت ده غلط امن يا فندم برضو لان المتطرف ده تخاف منه مخبمين قاعد بيعمل ايه تعتبيته ايه في نوع من السيطرة في نوع من القدر على تأدية الخدمات للمواطن السينوي بشكل جيد كل ده بيعمل نوع من الاستقرار الفترة القريبة قوي هنلاقي تضفق بقى الاستثمارات إن شاء الله طيب مسألة الوصول للحد الامن انا اعتقد انها قريبة جدا طيب عايزة سألت لحضرتك نهاردة الرئيس برضو فاجئنا بالحديث عن مكافحة الجيش والشرطة للارهاب بشكل في نوع من الفخر لما قال ولعلكم تتابعون الجهود الجبارة للجيش المصري والشرطة المصرية لمكافحة الارهاب وقال كمان إن مصر بتكافح الارهاب مش ليها هي بس نيابة عن المنطقة والعالم مصبت لكن حضرتك بتشوف إنه هذا الدور هايزة أقول يعني كيف يمكن تسويقه لخدمة المواطن المصري لأن ده دور أولا يخلي مصر عندها خبرة قوية جدا تستعين بهذا دول أخر ثانيا دور لابد أن نتباهى به ويحق لنا أن نطلب مقابل وما طلبناش يعني فيه كذا نقطة ممكن إحنا نسوق لهذا الدور الوطني إحنا الآن العالم كله الشعوب وليس الحكومات خاصة الشعوب الغربية وليس الحكومات الغربية فيه فرق كبير قوي بينهم بدأوا يشعروا ب أهمية الدور المصري في محاربة الإرهاب مصر كمان ده نريد أقوله حولتك حاجة إحنا منحرب الإرهاب وبنقوي لاجئين يعني أهلنا اللي جئين من سوريا والعلاق كانوا أبنى كده سوى نصف مليون تقريب ما بنطلبش معونة من الأمم والتحدة ولا من أي طرف ولا الاتحاد الأوروبي زي ما عمل أردوغان والمساومة لكن الناس دي في بلدها عايشة كأنها في بلدها لها كل الاحترام والحقوق والحماية وكل شيء ففي نفس الوقت إحنا تعقيبا على كلام رئيس السيسي لما بيقول نفخر إحنا مش بنشوف الشهداء وعائلتهم الطفل الصغير اللي واقف صامد رغم أنه فقد أبو الطفل الصغير الزوجة الأم الأبد صحيح البطل المصاب اللي عايز يرجع اللي عايز يرجع عشان ياخد طار زميله كل دي وقدام الناس أنا الحقيقة عايز أقول لحررتك حاجة لو جبنا أعظم مخرج سينمائي أيوه والله العظيم أيوه عشان يطلع فيلم بالجودة اللي بيظهر بيها الأبطال صحيح بدون ده بدون تدريب ده وحطلع بيتكلم وبالصدق وبالصدق ومن القلب والرسالة وصلة طبعا احنا بنشوف الشعب المصري النهاردة لنبقى فيه أي مناسبة حيظهر فيها أهالي الشهداء بيقعد قدام التلفزيون وأنا واثق أن التلات تربع اللي عاديين بيبكوا تضامنا مع هؤلاء الأبطال سواء أهل الشهداء أو الشهداء نفسهم أو المصابين ده العالم كله بيشوفه أي ده زيادة لتنمية الولاء عند الأجيال الجديدة الشباب اللي ما دخلش الجيش اللي من جواه بيندم يقول ياريتني كنت من ضمن هؤلاء الأبطال كل ده مشاعر إيجابية بالتأكيد كمان إن انعكس إيجابا على اللي موجودين حاليا في الخدمة في قوات المسلحة أيه طبعا القدرة على التصرفات اللا مركزية إنه هو يبقى معاه مجموعة من الجنود وبيقاتل لوحده وبيعيد عن القيادة بتاعته وقادر على التصرف وقادر على الإنجاز وتحقيق المهمة كل ده ليه مرضود إيجابي خبرة أضيفت لي رجال القوات المسلحة ساهمت في زيادة الكفاءة القتالية لا يستطيع أحد إنكار صحيح وأنا عايز أشترك مع حضرتك في فكرة أنه رب ضرت النفعة إنه كل هذه التحديات بتخلق حماس للمواطن كل واحد في ميدانه إن البلد كلها من مجموعة هذا الحماس تتقدم بقى وتخلص الحقيقة الحقيقة أنا هقول حاجة كنا دايما زمان وما زلنا بنقول إن السلم بينضف من فوق السلم بينضف من فوق ودي كانت القافة بتاعتنا الحمد لله النهاردة الدنيا عمالة تنزل من فوق لتحت النظافة بتنزل من فوق لتحت وده شيء إيجابي أنا شخصيا شايف وعلى فكرة يعني اسمح لي معيش لأسف المقاطعة مش هتاخد وقت طويل إن تحت كمان المجموع نظيف في الزب فهيتقابله في النص عايزين اللي تحت عايز يارقة والدولة تتقدم واللي فقل مسألة زي ما حدثك لكن اللي الواحد شايفه فعلا إن رضود الفعل عند الناس النهاردة والوعي يبقى أفضل من سنتين فاتوا أفضل من ثلاثة فاتوا القرارات الاقتصادية اللي هي بتبقى تقيل علينا شوية والضقيقة الاقتصادية اللي كنا بنمر بيها اللي إن شاء الله حنبتدي نحس بالانفراجة في خلال سنة أو سنة ونص أو سنتين الشعب متحمل وده دليل عن الثقة في القيادة السياسية صحيح فربنا يكرم والناس كل في مكانه يزيد من إخلاصه لعمله زي ما القوات المسلحة بتضحي بحياتها والشرطة بيضحوا بحياتهم هل أنا بقى كمواطن ما ضحيش بشوية ضغوط في الحياة شوية بيتهيق لي لو خير أي إنسان من الغضباضين من الزعلانين لو قلنا لو تقدر تقدم حياتك وروحك لمصر حيقول نقول له لا مش عايزين روحك ولا حياتك عايزينك تتحمل شوية فندم كمان عندنا نجاح قوي قوي النهاردة برضو في البيان بتاع البيان التسعتاشر اللي هو تقلق والمبارح اللي هو إن عناصر حرس الحدود قدرت تثبت خط إمداد للتكفريين من الغرب كي من ناحية ليبيا 831 بندقية آلية وضغط هوا 1384 مسدس صوت أكتر من 80 ألف طلق أنواع يعني فندم يعني ده نجاح كبير من التناغم اللي سيادتك تتكلم نحن أخبرتك حاجة كمان المنطقة الغربية بالذات حدود أي دولة بيلقى عطق الحماية على كلا الجانبين يعني الحدود مع ليبيا المفروض إن الجانب الشرقي مصر بتحميه والجانب الغربي للقوات الليبية بتحميه لظروف الدولة الليبية ولظروف المشاكل الموجودة وإنشغال القوات المسلحة بضرغة كبيرة بالقضاء على الميليشيات الإرهابية القوات المسلحة تعتبر مسؤولة عن حماية هذه العدود كاملا صحيح ما نقاش حد بيحمي النحية الثانية لكن أنت بتزيد عدود طويلة جدا 1050 تقريبا فأنت بتزيد من تكثيف الحراسات الدوريات الطيرات اللي هي باستمرار بتجوب الصحراء الغربية كل ده عامل نوع من السيطرة الكاملة على هذه المنطقة وبالتالي بنشوف العربيات اللي بتحاول تتسلل والقوات الجوية بتضربها بنشوف القبض على المهربين طبعا مهربين سلاح مهربين مخضرات مهربين بشر أدوية بشر بشر بالضبط الهجرة غير الشرعية كل ده الحقيقة القوات المسلحة قدرت أنها تسيطر على هذه المنطقة وليس الغربية بس الحقيقة المنطقة الجنوبية يعني الحدود الغربية والحدود الجنوبية مسيطرة عليها الحمد لله بشكل يقترب أنا يعني مش عايزة بلغ أقول مية في النية تب خليني تنقل مع حضرتك لموضوع تاني شديد الأهمية ومش مختلف عن السياق اللي بنتكلم فيه حضرتك وتبتتكلم عن المواطن المصري لما بيقارن نفسه وبيقارن بلد ويحمد ربنا على اللي بيحصل حواليه هو مش جزء منه الحمد لله فالنهار ده الرئيس في القمة قمة القمة العربية أشار لنقدة شديدة الخطور يعني ما تحدثش عن خراب سوريا ما تحدثش عن الاحتياج بتاع المواطن أنه مش لقياكل أنه مش آمن أنه مش مالوش بيت أنه لاجئ لا اختار نقطة أنه القرار السوري ما بقاش في قدين سوريا ولا شعب سوريا دي نقطة خطيرة لما تكلم عن أنه فيه اجتماعات بتحصل دلوقتي لوضع حل السورية بعيدة عن سوريا خاطر ما فيش أطراف حتى عربية فيها يعني بقى لازم أتكلم عن سوريا مع سيادتك بداياتك هذه الدربة يعني كيف تصفها وترى أسبابها وترى كم الإفك اللي استخدم الفقر الفقر تفضل سيطر تفضل الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندها تمثال الحرية اللي بتدعي حماية حقوق الإنسان وبتدعي الدفاع عن الإنسانية وما إلى آخر هذه الشعارات وطبعا أذنبها بريطانيا وفرنسا اللي هما ليهم أهداف في المنطقة الفترة الأخيرة روسيا إدرت تستعيد مكانتها بدرجة ما آخر موطق قدم لروسيا في الشرق الأوسط هو في سوريا أو في الوطن العربي هو في سوريا الولايات المتحدة عايزت تلحق تنجز القضاء على سوريا زي ما تم القضاء على العراء وكان من فترة حيتم التدخل في ليبيا بوسط حلف النيتو ولكن هم قالوا سيبهم يخلصوا على بعض لحد من فقلهم أو يلاقوا نوري الملك الليبي وما لقوش نوري الملك السوري فبيحاولوا منهم يتدخلوا في الشأن السوري بدرجة فجة لما تدخلوا في العراء ضد داعش والحقيقة كله أكاذيبيا والبعض اعترد قالوا احنا تدخلنا في العراء بطلب من الحكومة العرائية خلاص ما حدش يتكلم في الجزئية دي طب بدأوا يتدخلوا في سوريا للقضاء على داعش هل سوريا طلبت منكم التدخل هل اشتاكت أنها مش قادرة تقضي على هذا التنظيم الإرهابي اللي أصبح علامي الآن اللي انتو ضخمتوه اللي انتو صنعتوه لم يحدث هذا يبقى أمريكا تدخلت في سوريا وليها قوات الآن وتركيا ليها قوات هذا التدخل والاعتداء على السيادة السورية بدون طلب من الحكومة السورية الوحيد اللي تدخل بطلب من الحكومة السورية روسيا وإذا كان فيه تعاون مع إيران وهي دولة ذات السيادة تتعاون مع من تشاء عشان كده الوقت المتاحة الأمريكية تضربة المجرمة الفاجرة اللي تمت دي ونشوف برضو إيه تأثيرها لما مية وعشرة صاروخ ويكون النتيجة بتاعتهم ثلاثة قتل أو ستة عفوا ستة جرحة يعني كلام فارغ لكنها رسالة إلى واحد وسبعين منهم تم إسقاطه بالفعل هي رسالة إلى روسيا أو جس النبض إلى روسيا هالروسيا فعلا زي ما توطرت الأنباء من فترة لن تسمح بالاعتداء على حلفاءها فهي رسالة رسالة للعالم إحنا لا مش هنسمح طبعا بيتلكيكوا لما يقولوا ما زلنا ندرس البراهين أو لتوفير براهين كافية لتأكيد أن هناك هجوم كيماوي من سوريا وفي الآخر هيطلع أنه ما فيش إذا ما تضع أنه ما فيش أسلحة تدمير شامل في الهراء وهي الناس بتدرب وبعدين بتدرس بالضبط كده وبعدين وبعدين هيدفعوا كان بقى فندم بقى علشان يشتروا زمم اللي عايزينه وميطلعوا إن فيه الأهم بقى أن هما بيدعوا إن ده متماشي مع الخانون الدولي بقى أي حق تقول كده بقى أي حق تبتدي تحقق من غير الطرف الآخر يبقى موجود بقى أي حق تبقى الأضوى الجلاد الأهم بقى هو أمريكا بجلالة أدرها شافت اللي حصل ولسه لم تزبت وتعامت عينيها عن الاعتداءات المجرمة الإسرائيلية ضد الأطفال والسيدات ضد تجريف الأراضي أمريكا ما تعرفش إن عندها معتقل اسمه جونتنامو بيمارس فيه أبشع أنواع التعذيب أمريكا ما تعرفش إن عمر عبد الرحمن بغض النظر إن هو يعني مفتي جماعة الجهاد وإحنا ضده أو مش ضده اتحكم عليه بخمسة وعشرين سنة و لما خلصه فضل معتقل لحد ما مات بعد ما تقضت العقوبة العقوبة بتاعته فين تمثال الحرية فين هل في رأي حضرتك إن الكلمة اللي وجهها دونالد ترامب لشعب وفجر يوم العدوان ده مقنعة يعني أنا وصلني من الناس عايشة هناك إن الجديد بقى إن الجمهوريين اللي انتخبوه مستقين جدا من الضربة دي لأن ضربة غير مبررة بيفضح كذبه بيفضح كذب المؤسسات الأمريكية لأنه برضو عشان نقول الضربة دي ما جاتش بقوامر من ترامب فقط لا ده فيه بين تجون موافق المخابرات موافقة يعني هو ترامب حلقة في سلسلة اتخاذ القرار فالأمر مرتبط باستراتيجية الولايات المتاحة الأمريكية في محاولة السيطرة على المنطقة ترامب كرئيس لا يملك أنه يحرك إنجلترا لا يملك أنه يحرك فرنسا لكن توافق المصالح اللي بيتمنوا أن حلف الناتو يصبح أكبر منظمة سياسية عسكرية في العالم وتقوم الحكومة العالمية ويسيطر على منطقة الثروات في منطقة الشرق الأوسط هو ده اللي بينفزه ترامب عروصة بس واخد شكل رعي البقر يعني عروصة بتتحرك بتنفذ أوامر إيه اللي حيغير اللي حصل ده حيغير إيه في الخريطة السورية وإمكانيات الحلول السلمية إذا إذا توريكا عنها النهاردة رئيس سيسي ووضع دستور وانتخاباته المضحك إن فرنسا بتتكلم إن الضربة دي بتؤدي لحل سلم يعني يعني منتهى الحقيقة البجاحة والفجر والكذب إذا توريكا الأمر على ذلك إحنا عرفين أن تركيا لها أطماء أمريكا لها أطماء محاولة إزاحة نظام بشار الأسد وتقسيم سوريا أو إحضار وتولية نورين ملك السوري هو ده هدفهم على الأقل صحيح فيه تناقض ما بين المصالح التركية والمصالح الأمريكية والإسرائيلية لا بتتحد في العتة دي في الجزئية دي آه لكن النهاردة الخضاء على الأكراد وللأسف بتتحد مع مصالح بعض الدور العربية ده أنا لسه عايز أقول لا تفضل بقى أنا ما فضلش على الخمس دقيق عايز حادتك تقول إن الواحد زعلان على سوريا وعلى السعودية ودول الخليج زعلان لما يبقى أخ عربي يؤيد مقتل أو قتل أخ عربي ونسيه إن اللي متغطي بأمريكا عريان ونسيه النظور حيجي عليهم أو يفضلوا في الحزاء ملاش حل يفضلوا في الحزاء أو حيجي عليهم النظور هل يفندم تستطيع أمريكا بكل ما تحدثنا عنه وما لم يتح لنا الوقت للحديث عنه من تأثيرها على الأمم المتحدة ومنظمة العفو واليونسكو ويعني تحريك هذه المنظمات لتنفيذ سياستها مبارح مثلا القرار الروسي بإدانة الأعمال العسكرية رفض تمانية رفضوا ثلاثة أيدوا أربعة سكت تمام إيه ده السيطرة الأمريكية على هذه الدول نشوف الدول اللي رفضت مين أيوة والدول اللي سكتت مين والدول اللي أيدت مين اللي أيدوا الأول أسهل دول ثلاثة هتلاقي مصر أكيد آه طبعا وروسيا آه وأنا مش عارف الدولة الثلاثة آه ممكن تقول الإمارات مثلا ولا لا لا الإمارات لا لأنهم ما نشروش أسماءهم أنا حاولت أن أنا أتوصل لكن لم ينشر أسماءهم لأي أسباب لكن أنا من وجه نظري حل الغطرصة الأمريكية لن تتوقف الغطرصة إلا إذا كان هناك دور واضح للصين الصين لابد أن تتعاون مع روسيا ويعني إبراز العين الحمراء يعني حتى الآن الصين على الحياة في هذه القضية الصين الصين ما تدخلش نفسها في مشاكل ومستمرة في التنمية الاقتصادية آه طبعا إلا إذا قربت من أمنها المباشر في الحالة دي حتتحرك لكن إحنا حيجي عليك الدور يا صين لن يوقف الغطرصة بتاعت حلف الناتو إلا التعاون الروسي الصيني طب هل في تفسير عند حضرتك لأن مجلس التعاون الخليجي مش بس قطر تطلع طيارات أمريكية من قاعدة العيدات في قطر في الدوحة تضرب سوريا لا ده 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 مجلس التعاون الخليجي قاعدة ده ضربة للأسف اللي إحنا جزء كبير منه معانا في الرباع العربي اللي ضد قطر ما هو خلي بالحضرتك المسألة مش مسألة مصالح استراتيجية لا ده هي مصالح شخصية أو عداء شخصي مع نظام بشار الأسد فقط لغير ونسيوا أن بشار الأسد لم يتأثر بالضربة لا دي ولا اللي قابليها ولا اللي جاية اللي بيتأثر الشعب السوري ونسيوا يا فندم أنه مصير الشعب السوري هيبقى زي مصير الشعب الليبي والشعب العراقي والشعب اليمني وحيبقى بعد كده الشعب السعودي صدقني هيبقى الشعب السعودي والشعب الإماراتي والشعب البحريني والشعب القطري الدائرة تدور الدائرة تدور وإذا كانوا هم بيحاولوا يوجدوا مبرر لنفسهم أن نظام الأسد نظام ديكتاتوري وكذا 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 مش عايزين نتكلم عن نظم الحكمة في هذه الدول مش عايزين نتكلم عن الشاعر اللي طلع قصيدة في قطر فأعدموه واللي حاكموا عليه مش عارف بيه وغيره 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 للأسف الدول العربية لا تتوفر لها إرادة وطنية لحماية أنفسها كل واحد يبص تحت رجليه نفيش قدرة على رؤية استراتيجية تضم كل الدول العربية تحت مظلط جامعة الدول اللي هي المفروض لها دور اللي بتعجز عشان نبقاش لها دور مصر بتحاول تحافظ على تلم العرب توجد حل سيمة للمسألة السورية وإن شاء الله حتتم وأتمنى أن روسيا تبرز أنيابها لابد أن يضرب خطأ ساروخ ضد أحد القوانات الأمريكية في هذه المنطقة يطلع خطأ كده وبعدين يرجعوا ينداموا يعني يعتذروا ويقدموا لكن لازم أمريكا ما هم لهاش حل لازم أمريكا تعرف أنها متطالة برضو في عينين أخرى حمراء بالضبط نتمنى أن سوريا نحافظ عليها نحافظ على أخواننا الشعب السوري المسألة لا تتطور أكثر من ذلك إحنا كعرب للأسف مش عايزين نوصل لمرحلة الاقتتال بيننا وبين بعض أو أن دول تؤيد دول فاجرة في ضربها لدولة عربية بشكرك جدا نسيات اللي ونوارتنا شكرا جزيلا نسيات اللي وقع على أعز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية القوات المسلحة سابقة وبشكركم مشاهدينا وبكرا إن شاء الله حلاء جديدة في النور اسباح على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة في النور الحقيقة الداني